في انتهاك فجا لحقوق الإنسان والموافق الدولية يواصل عناصر ميليشيا الشبيبة الثورية عمليات خطف وتجنيد الأطفال في مناطق شمال شرقي سوريا فما جديدهم؟ يذكر موقع بسينيوز المقرب من حكومة كردستان العراق أن الشبيبة الثورية اختطفت الطفل مصطفى عبدالله عيسى من أمام مدرسته في قرية شيران شرقية عين العرب واقتدته إلى معسكرات الحزب في المنطقة وذلك بعد أقل من أسبوع من خطفها أربعة أطفال من عين العربي أيضا وما يزال مصيرهم مجهولة جميع الأطفال أعمارهم تتراوح بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة عاما ليست منطقة عين العرب كوباني هي الوحيدة المستهدفة بعمليات الخطف بل وفق موقع بسينيوز خطف طفلة من منطقة المالكية في الحسكة مطلع العام الجاري وطفل من منطقة القامش للشهر الفائت وسواهم العديد من الأطفال من مختلف مناطق شمال شرقي سوريا في وقت تتصاعد فيه مخاوف الأهالي من الحديث علنا عن أطفالهم أو المطالبة بهم خوفا من الأعمال الانتقامية من قبل الشبيبة قصد هي الأخرى ليست بريئة من عمليات خطف الأطفال وتجنيدهم إذ وثقت الشبكة السورية ما لا يقل عن 156 طفلا ما يزالون قيد التجنيد لديها من أصل 537 حالة تجنيد لأطفال منذ تأسيسها ضاربة بعرض الحائط جميع الاتفاقيات والخطط الدولية التي وقعت عليها لأجل حماية حقوق الأطفال ووقف تجنيدهم فمن ينقذ أطفالا باتت براءتهم تنتهك كل يوم على أيدي سلطات أمر واقع وميليشيات لا يعنيها سوى البقاء والتمدد ولو كان على حساب سلب براءة الأطفال والقضاء على مستقبلهم ترجمة نانسي قنقر